فيا أيها المسلمون والمسلمات حديثنا اليوم عن أمارة الإيمان عن علامة الإيمان التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله في حديث الترمذي وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة لقد أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة المباركة أن تتأصل تلك الوصية في نفوس أهل الإسلام فجعل الإحسان إلى الجار علامة الإيمان ومنارته وكان ذلك منه صلى الله وسلم عليه أغذاً عن ربه تبارك وتعالى فقد أنزل عليه في القرآن الوصية بالجار مقرونةً بإحسان العبادة وإخلاص التوحيد والإحسان إلى الوالدين فقال تعالى في نسق عشرة أوامر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتام والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً وقال أخذ العلماء من هذا التنبيه القرآني بالنسبة للجيران أخذ العلماء منه تقسيم الجيران إلى مراتب ثلاثة قريبٌ مسلمٌ فله ثلاثة حقوق حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة ومسلمٌ فقط جارٌ مسلمٌ فقط ليس بقريب ليس من ذو الأرحام ليس من ذو القرابات فله حق الجوار وحق الإسلام وجارٌ غير مسلم من ذميٍ ومستاماً أو من أنت في أمانه فله في الإسلام حق الجوار وهؤلاء جميعًا يسمون الجار بالملاسقة الجار الملاسق وهو الملاسق في السكن أو نحوه كالبستان أو المزرعة ومحال التجارة وأماكن الصناعة من جهةٍ من الجهات عن يمينك أو يسارك من أمامك أو المقابل له بينهما شارعٌ ضيق وقد جاء في بعض الحديث أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أوجب حق الجوار إلى أربعين دارًا من كل جانب من الجوان ما لم يفصل بينهما فاصلٌ كبير كسوقٍ أو نهرٍ متسع هؤلاء الجيران بالملاسقة وأنا أتمنى أن يلتفت إخواني إلى وصية الإسلام ووصية سيد الأنام فإننا نسعى بأنفسنا في معاملة جيران المسجد إلى تشويه صورة الإسلام هذا ديننا الجار بالملاسقة قريبٌ مسلمٌ أو مسلمٌ غير قريبٍ أو غير مسلم وكذلك يدخل في الوصية الجار بالمخالطة وهذا أيضًا أمرٌ مهم وهم الذين يجمعهم المسجد هؤلاء جيران بالمخالطة فلا يحلُّ لي ولا لك أن ينتيك بعضنا عرض بعض ولا أن نكون سوءًا على بعض لأننا جيرانٌ كل واحدٍ منا عليه حقٌ للآخر وله حقٌ عند الآخر الجيران والمخالطة هم من يجمعهم مسجد أو مدرسة أو سوق لأنهم يسمون جيرانًا عُرفًا وشَرعًا فالوصية بالجار إخواني وأخواتي عامةٌ للمسلم والكافر حتى الفاسق والصديق والعدوم والقريب والأجنبي والأقرب جوارًا والأبعد جوارًا فمن اجتمعت فيه الصفات الموجبة لمحبة الخير له فهو في أعلى المراتب كأن كان جارًا قريبًا حميمًا طيبًا صالحًا أو مسلماً صالحًا عفيفًا أو غير مسلمٍ ومحبٌ لجيرانهم وتعاونٌ معهم فهو في أعلى مراتب الوجوب في الوصية به نزولًا إلى آخر المراتب بحيث يعطي كل ذي حقٍ حقه بحسب حاله وما يستحق أيها الإخوة والأخوات إن أولى الناس بالألفة والمحبة كما هو واضح من وصية الإسلام ووصية سيد الأنام ووصية القرآن أولى الناس بالألفة والمحبة في الإسلام بعد ذوي الرحم من الأقارب هم الجيران وخير الذين يأوي إليهم المرد ويأوي إلى كنفهم ويستعين بهم في حاجاته هم الجيران سواء الجيران في المسجد أو الجيران في البيت الجيران بالملاسقة أو الجيران بالمخالطة ولذلك رأى العقلاء أن طلب الجار مقدم على شراء الدار وكذلك طلب الجار في المسجد مقدم على مجلسك سواء كنت متقدماً أو متأخراً يعني لما يكون جارك في المسجد سرصار يتكلم فيما لا يعنيه فمجاورتك لهذا الجار سوء في حقك عند الله فطلب الجار مقدم على شراء الدار مقدم على الجلوس في المجلس وفي ذلك رؤية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال التمس الجار قبل شراء الدار والرفيقة قبل الطريق يعني قبل أن تسافر انظر مع من تسافر انظر من يرافقك أو أن تجلس فانظر من رفيقك في المجلس وإنما كان ذلك كذلك لأن الجار الصالح المحب الولود أحد أسباب السعادة في الحياة السعادة التي رسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذلك روى ابن حبان في الصحيح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من سعادة المر من سعادة الإنسان المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء السريع غير البطيء الذي ينجز لك الوقت وينجز لك حاجتك وإذا نظرت في مفردات هذا الحديث دبوي الجليل رأيت في كل واحدة من الثلاث سعادة لا تكتمل إلا بالأخرى أما ما روي في سعة المنزل فإن صاحب المنزل الواسع لا يضيق المنزل بحاجاته طبعا سعة على قدر أهل البيت أما ما زال على ذلك فهو للشيطان يعني عندما تتسع اتساعا ليس في حاجتك واتساعا ليس في مقدورك كما يصنع بعض الناس أخضا بالرخصة في شراء المنازل في هذه البلاد فهذا اتساع أخرى وهو مخالف للشرق إنما الاتساع الذي لا يضيق بصاحبه ولا بأولاده ولا بضفانه أن يكون هناك حجرة للضفان على الأقل فيكون بذلك حامدا لله عز وجل على نعمائه على تلك السعة في نعمته عليه وتفضيله إياه على غيره من الناس فينام سعيدا بتلك النعمة وأما ما روي في الجوار فإن الجار الصالح يسلم منه جاره فلا يوذيه ويوفي له بنواله وعطائه إن كان عنده زيادة ويمنحه من حبه رعايةً كرعايته لنفسه وبنيه فيبيت كل منهما محروساً بعين صاحبه فينام آمناً غير خائف سعيداً غير حزين فينام كل منهما آمناً غير خائف سعيداً غير حزين لأنه محروس بعين أخيه بعين جاره يذب عنه عورته ويحوطه من ورائه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكشف عوراته ولا يضيعه من ورائه إنما يستر علي عوراته ويحوطه من خلفه وأما ما في المركب الهنيء من السعادة فقد ذكرنا أن ذلك يكون برفع الشغل عن قلبه في الوصول إلى مقصوده بسهولة ويسر وهكذا إخواني وأخواتي في كل واحدةٍ سعادة لا تكتمل إلا بالأخرى وإذا تنغص المرء في واحدةٍ نغصت عليه الأخريات وحتى لا يتنغص على المرء عيشه وتتحقق له سعادة الدنيا والدين حرص الإسلام هذا الحرص العظيم على إكرام الجار كسنةٍ من سننه وكسرت الوصية به من قبل الله تعالى في كتابه وعلى لسان جبريل الأمين حتى قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور المحفوظ للأسف لكل مسلم ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سيعطيه ميراساً سيفرض له حقاً في المال وإنما ظن ذلك صلى الله عليه وسلم أنه كان يثبت له حقاً في المال لتتابع الوصية وتأكيدها المرة تلوى المرة والوصية الوصية عندما تتأكل مرات يظن منها فريضةً من الفرائض أو يظن أن وراءها أمرٌ آخر سوف يأتي ولذلك ظن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل سيفرض للجار حقاً في المال هكذا تعظم حق الجار في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكثير منا يعلم كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيرانه حتى في المسجد جيران البيت وجيران المسجد وكل من جاوره صلى الله عليه وآله وسلم من رآه بديهةً هابة ومن خالطه معرفةً أحبه صلوات الله وسلامه عليه اللهم امتعن برؤيته يا رب العالمين اللهم آمين 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 يا رب هكذا قال علي رضي الله تعالى عنه في وصفه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من رآه بديهةً هابة ومن خالطه أحبه صلوات الله وسلامه عليه أيها المسلمون والمسلمات إن الإيمان كاسمه عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحسن إلى جارك سمّ الإيمان تكون مؤمنة والإيمان كاسمه يقتضي الأمان الأمان على النفس والدماء والأعراض كما جاء في الحديث المخرج في الصحيح المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم وأعظم ما في الأمان أن يكون جارك بمعناه الواسع الذي ذكرناه في المسكن وفي المسجد وفي العمل آمناً من غشك وظلمك وحسدك وغيبتك ونميمتك مكفياً من شرك خصوصاً إذا كان محسناً إليك فإن لم تكن ذلك المؤمن الآمن في مراعاة الجيران فقد انتفت عنك تلك الصفة الكاملة فلا تدعيها فقد نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أثبت الإيمان لمن أحسن إلى جاره نفى الإيمان عمن أساء إلى جاره ونفى كمال الإيمان معنى هنا نفي الكمال أنه ليس مؤمناً كاملاً ولا خالصاً ولا صادقاً في إيمانه نفى كمال الإيمان عمن لا يحب لجاره ما يحب لنفسه وذلك فيما رواه مسلم في الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه أنا أتمنى في آخر هذا الحديث أن نكون ذلك المؤمن الذي يحب جينه أولاً ويحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينقل للناس هنا حقيقة الإسلام المحب الودود خصوصاً جيراننا في المسجد أنا كنت أستمع إلى أمين العام أمين العام للمجلس الأوروبي الإفتاء وهو يذكر أن هناك مسجد في إنجلترا أغلق لإساءة المسلمين لجيرانهم وأن أحد الناس كما أن أحد الناس فعل هذا أغلق الباب على طبيبة وجاء رسالة من المستشفى وهم معتكفون في صلاة اعتكاف يعني سنة من السنن ونافلة من النوافل وقال الرجل منزعف فجاءة الطبيبة فتحت الباب وصرخت عليه في المسجد كما صرخ علينا أحد الجيران مرة ونحن خارجون من الصلاة والجار مجزياً خيراً على ما فعل انتظر حتى نصلي لم يصرخ علينا في الصلاة ولم يصرخ علينا في الخطبة وأما الناس سألوا الحكومة أن تعطيهم مكان للصلاة فأعطتهم مكان فحولوا هذا المكان إلى مقلب زبالة فأغلقت الحكومة فهل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو هج سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا كله هج الشيطان وليس بهدي محمد عليه الصلاة والسلام هذا كله إساء للإسلام وليس الأقل لرسالة الإسلام أنا أتمنى أن إخواني وأخواتي هنا في هذا المسجد الحمد لله بنينا مسجد متسع وعندنا بركن لط وعندنا مكان آخر وعندنا في المسجد هناك في الأمام الناس تكسل عشان يمشي شوية ياخد حسنات يروح يقف هناك عندنا أماكن كثيرة أن نكون جيراناً في المسجد متعاونين محبين بعضنا لبعض أن نكون مع جيراننا في البيوت محبين بعضنا مع بعض مسلم وغير مسلم أن نكون جيراناً للمسجد صالحين صورةً للإسلام صالحة في هذا البلد أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ذلك المؤمن إن شاء الله أقول هذا والسخف الله العظيم لي ولكم جيداً آخر موسيقى اشتركوا في القناة